حتى زيزو انا بقى محدش عايز زيزا محدش يزعل مني بقى جماعة بصراحة يعني زيزو مع الزمالك بيبقى هيرو سوبر هيرو بيتحرك ويجري ويمين وشمال ويعمل كل حاجة في الدور الماصري تعالوا بقى بصوا كده على المساعد المنتخبات سواء منتخب اول او حتى المنتخب الولومبي منتخب اول مفيش فايدة مفيش افادة لي مفيش يعني زهور لي الناس كانت بيقول لك ما بلعبش في مركزه طب النهاردة كان بلعب في مركزه والنهاردة ما كانش فيه محمد صلاح يعني النهاردة محمد صلاح مش موجود متخب اولوهم بيعفت يعني مفوت طبيعي ايه يظهر بقى انا الكنج بتاع الفرقة انا احسن لعب في مصر انا صاحب الامكانيات الجبارة والامكانيات القوية جدا اللي بعملها كده وبشوت وبسدد وبلعب الفرقة وبحرك وبعدي وبرقص واحد ضد واحد النهاردة مفيش يعني يا جماعة ده هو المفروض ده يعني زيزه هو اللي يشيل فرقة ده زيزه في المتش عايز اللعبة تشيله حتى لو الامكانيات زي ما قلت لو الامكانيات بتاعته الامكانيات اللعبة اللي موجودة معاه طب انت فين دورك ان انت تفوق الفرقة بتاعتك او تلعب مع الفرقة فينك قائد فينك خبرة فينك احسن لعب في مصر ما احترامي يعني لعب النهاردة في كل الاماكن بتاعته تمانية وجناح وجناح يمين وجناح شبان كان بيلعب حر النهاردة بس يعني كل ده في صلاح مش موجودة جماعي يعني لو صلاح كنا بنقول مسلا ايه ده مش واخد حقه مش واخد ما بيلعبش في المكان بتاعه طب النهاردة محمد صلاح مش موجود لانت مفروض ان انت رقم واحد بقى انت مفروض انت التوب هل ده هل كده بقى خلاص زيزو خلاص اكتفى بالاجواء المحلية مثلا وبالدور المحلي ما احترامي والله يا جماعة يعني والله العظيم الواحد لو بيلعب في الجيل ده انا الحمد لله كنت الواحد وهو بيلعب كنت باخدها من الجون لجون انا لو بلعب في وسط الجيل ده والله هاخدها من اول صلاح سالم لحد الستاد من اول ما يبدأ صلاح سالم كده طريق صلاح سالم الحمد لله كنت باخدها من الجون لجون دلوقتي والله في الامكانات اللي موجودة دي هاخدها اعدي اخش الاستاد واعدي من المدرجات وخش من المأسورة من عند البابة الرئيسية واعدي من الفرقة كلها ده بجد والله يعني مع احترامي السبات حتى اللعيبة موجودة ما يساعدكش الامكانات حتى اللعيبة المنتخب الدومينيكان مش قوية كان النهار ده ممكن انه خلص الماتش طب انت امكانياتك انت مفهود ان انت تفرق مع اللعيبة برضو ابراهيم عادل ابراهيم عادل برضو ما عرفش برضو ما فيش اي افادة منه يعني ما عرفش هل اللعيبة بجد جماعة عشان بس نتكلم في الجزئية دي فيه لعيب محلي يقدر يكسر الدنيا مع احترامي في ظل الامكانات اللي موجودة واللعيبة اللي موجودة اتعد منهم لان هم معندهمش افضل لعيبة هتلاقيهم موجودين في الاهلي وفي الزمالك في المصري في بيرامدز هتلاقي في بعض الانداء اللي موجودة هتلاقي في بعض الانداء التانية خمس ست لعيبة هم اللي موجودين او تلات اربعة هم اللي مميزين الباقي كله شبه بعض انت النهاردة بتلعب ابراهيم عادل ما عرفش الناس عم تتكلم على ابراهيم عادل كل ما تفرج على ابراهيم عادل بلا مستوى وحش ما عرفش انتو بتكايمه جماعة الناس في لعيب يلعب في الدور المصري تحس ان هو مرادونا وميسي ما احترامي لان الامكانات اللي موجودة مش قوية بس بتيجي بقى في المطشاط اللي هي زي دي ده الاختبار الحقيقي ده الاختبار الحقيقي للنجم انت بتلعب في المستوى انت مفهود ان انت المستوى ده انت اعلى منه يعني مفهود المستوى ده انت اعلى منه بكتير من ناحية ان انت بتشارك مع فرقتك بتشارك اساسي بتبقى من نجوم الدور المصري طب انت نجم الدور المصري ده انت مفهود الفرق اللي انت بتلعب هل الخبرات اللعيبة اللي موجودة دي اعلى منك ده النهاردة اللعيبة امكاناتها بتجري كويس وقفين صح في ظل الامكانات المحدودة هم فرقين عنك كانوا بيهددوك النهاردة فمع احترامي يعني الوحيد اللي كان بيحاول النهاردة وبرده مش يعني غزب عنه هو النني يعني مكتهد وبيموت نفسه عايز انا بحترم نوعية اللعيبة دي مش لعيبة تانية مع احترامي راح تتفسح يا جماعة انتو يعني اللعيبة راح تتفسح انتو فرحانين بس ان انا بلعب في الاولمبياد في باريس واجواء حلوة واخد صور حلوة ونزلها على انستجرام والكلام ده لا انت بتلعب باسم منتخب مصر انت بتلعب باسم منتخب مصر انت مش بتلعب مباراوت دي انت مفهود النجوم اللي موجودين انت اللي تفوق الفرقة مع احترامي يعني يا جماعة انتو زيزو انا عارف الناس ده ما بتهاجمني بخصوص الموضوع ده والله يا جماعة بقى الموضوع بقى بصراحة عليه علامة استفهام عليه علامة استفهام كده حد يقول لي ليه مستوى زيزو في الدور المصري ولما بيجي يلعب منتخبات يعني لو كنت متوقع يا زيزو النهاردة يكسر الدين بامكانيات بمستوى بالنجومية بالكلام اللي بيتقال عليه اه في الدور المصري يتقال عليك احسن لعفة مصر طب هنا بقى طب دي كرة ضيع يعني معلش بالامكانيات بتاعتك بالمستوى بتاعك دي كرة ضيع او عادي وارد ان الامور يعني تبقى مغير موفق بس دي ما تضيعش يعني دي ما لهاش اي تبرير خالص يعني انت لوحدك وانت مفوت قصلا انت كلعيب كبير او كنجم انت اللي بتخلص المتشط دي مش مش الكلام ده مثلا يعني لو لعيب صغير مثلا ضيع فهنقول خلاص ما عندوش الخبرات ما عندوش الامكانيات ما عندوش المتوتر طب انت مت هل زيزو متوتر جماعة بجد خلاني تكلم لصالح القرى مصرية شوي على مستوى زيزو ده علي عالمة استفاهم غير طبيعية قولول ايه سبب ان هو يعني قلوله الدينه مبرر ان هو ليه مستوى النهار ده وحش ده على سعيد المنتخبات يعني سواء منتخب الاول وعلى منتخب الولومبي ممكن هالنهار ده كان موجود واحنا مش شايفينه احاولوا بس تجبوا لي الكاميرا كده مسلا يمكن محمد صلاح موجود مسلا فمش مباين خالص هو اللي مش مخليه عارف يلعب يعني لو فيه مسلا تشكيلة غلط هل محمد صلاح في التشكيلة ما هو السبب اللي كان بيخلي الناس تتكلم على موضوع زيزو ان محمد صلاح موجود خلاص كنت بقول مش هينفع ان اقعد محمد صلاح عشان زيزو يلعب طب ماشي ده نهار ده محمد صلاح مش موجود ما فوت بقى انا نجم انا الكنج بتاع اللعبة ده انا انا اللي بفوق الفرقة وبفوق اللعيبة وبعمل الفارق مش مش ابقى زي زي اللعيبة المستوى بتاعك زيك زي اللعيبة ما فرقتش عنهم حاج ما فرقتش عن المستوى بتاع اللعيبة اللي ما بتلعبش واللي معظمهم ما بيلعبش مع انديتهم زيك زيهم طب انت ايه الفارق اللي انت عملته الفارق مع المنتخب الولمبي غريبة جدا بصراح غريبة جدا موضوع فعلا غريب جدا بموضوع زيزو ده مع المنتخبات مش موجود ما بتشوفوش بيختفي بيختفي تحس ان هو مش اه اه تايه في الملعب انا بتكلم كده جماعة عشان مفروض ده يعني زيزو بيتقال عليه ان هو احسن لعب في مصر ما هو مش هنفضل نقعد نقول احسن لعب في مصر في الدوري بس ويتقال احسن لعب في افريقيا واحسن لعب في الدوري وفي الزمالك ماشي احسن لعب في الدوري بس تبقى منتخب ابراهيم عادل نفس القصة انني قلتلكوا هو الوحيد اللي بيحاول اللعيبة التانية مع احترامي ما عندهمش الخبرات ما بيلعبوش طب انا كمنتخب اولومبي انا واخد اللعيبة الكبار ليه واحنا كلنا قلنا ان زيزو هيبقى فارق وهيبقى موجود وهيعمل فارق مع المنتخب احنا النهاردة زيزو زيه زي اللعيبة زيه زي الاسماء اللي موجودة مين الاسماء اللي كانت موجودة ما فارقش عنهم حاجة النهاردة زيه مثلا زي اللعيب احمد عيد يعني زيه زيه شحاته كلهم كان نفس المستوى كلهم كان نفس النمط ونفس الطريقة